القتل من ورائهم والتهجير من أمامهم ذلك الأسلوب الذي يتبعه نظام الأسد وروسيا بالتعامل مع الغوطة الشرقية فالإبادة الجماعية للمدنيين جريمة ضد الإنسانية يخير أهل الغوطة بينها وبين جريمة أخرى هي التهجير القصري ذلك المسلسل الذي تكررت فصوله من حمصة والقصير وحلب الشرقية وصولا إلى الغوطة بعد سبع سنين عجاف حصرت خلالها المدينة وطحنت ببشرها وحجرها تحت القصف يهجر الآن أهلها أمام عالم لم يعد صمته مستغربا فقد سكت على ما كان أنكا وهو الكيمياوي بعد عربين وحرستا وجوبر أتى الدور على دومة كمحطة جديدة إما للقتل أو التهجير فقد أكدت مصادر موالية للنظام أن قواته تستعد لعملية ضخمة في دومة آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية في حال رفض جيش الإسلام تسليمها مشيرة إلى أن الروس خيروا جيش الإسلام بين الاستسلام أو الهجوم فالروس يرفضون لدومة مصيرا مختلفا عن المدن الأخرى لا سيما وأن المعارضة قدمت مبادرة تتضمن وقفا لإطلاق النار وبضع المدينة تحت الحماية الروسية وإدارة الأمن فيها بالتنسيق مع جيش الإسلام خلال المرحلة الانتقالية لكن إفراغ المدن من أهلها هو السيناريو الأقرب فهنا تنقل الضحية إلى إدلب التي قد تلاقي المصير ذاته إذن دومة كسابقتها كما هي الغوطة ويستمر مسلسل الدم المراقل الذي يبدو العالم أمام إيقافه عاجزا أو منشغلا فوحدهم السوريون يعانون الألم بكل تفاصيله ووحده النظام السوري بات أنموذجا لمقولة مفادها إن لم يحاسبك العالم فاقتل كما تشاء ترجمة نانسي قنقر